مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتكم العاطفية القراءة رح تنطبق على الشمسي والطالع والقمري هالمرة رح ازوي القراءة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيبة والشريك في الجهة المقابلة ولكن اذا حسيت ان الجانب الثاني يناسبك اكثر والقراءة عكسية فحكسها بما يناسب وضعك مع الشريك ورح ابتدي بجانبك انت يا برج الجدي ونشوف ما هي طاقتك مع الشريك او الحبيب الفترة القادمة الطاقة العامة وعندنا الطاقة المتفرعة خلال الفترة القادمة والحين الشريك او الحبيب الطاقة العامة والطاقة المتفرعة نشوف طاقتك مقابل طاقة الشريك وشلون رح تتفاعلون في الفترة القادمة برج الجدي عندك ستة الاخصان اتضحت الرؤية اللي كان مخبة ظهر يعني اذا انت كنت في السابق مو عارف مشاعر شريك اكتجاهك او الشخص الثاني الشخص اللي في بالك الشخص اللي انت تحبه اذا كنت مو عارف مشاعره في الفترة القادمة انت اللي تنتظر التتويج انت الاختيار وانت رح تتضح لك الرأي ان انت بالنسبة له الشخص المنشود اخيرا قاعدة اتشوفهني رح يفصح هذا الشريك عن مشاعره تجاهك لحظة جميلة لحظة مخلوطة بالسعادة مع الفخر مع تحس انك ملكت العالم كلها فقط لانك ملكت هذا الشخص والعكس ايضا موجود في هاي القراءة يعني اذا انت كنت مو متأكد بخصوص شخص معين موجود او خرج من حياتك ففي هاي الفترة رح يأتيك رح تأتيك مثل لحظة المصباح اللي تتأكد فيها من مشاعرك تجاه هذا الشخص ورح تكون لحظة كبيرة يعني اشوف فيها اتضاح كبير نور كبير انفجار مشاعرك تجاه شخص معين رح تنفجر وتتضخم في الفترة القادمة نشوف الشريك الشريك لن يرى او لن يتوقع هاي النوع من الصدمة مو متوقع ابدا مو متوقع رح تأخذ هاي المشاعر واكتشافك هذا على غفلة اذا انت اللي كنت لاني قاعدة اتشوف هني السيناريو هن موجودين اذا انت كنت اللي متردد يا برج الجدي ففي الفترة القادمة انت اللي رح تتأكد وتخبر الشريك وهو يحس ان الارض ما تسعى لذلك نشوف هني في كرة البرج اشخاص يلقون بنفسهم من اعلى البرج لاني يحس ان خلاص الارض ما عادت تشيله من هاي السعادة والفرحة اللي فيه والعكس صحيح اذا شريك كان دائما متردد بخصوصك او تحس طاقته مش واضحة نيته مو واضحة بخصوص علاقتكم ففي الفترة القادمة هي لحظة سقوط البرج عنده واتضاح الامر بالنسبة لك رح تعرف اللي كان متخبع عنك اللي كنت مو متأكد منه اللي هو كان مو متأكد منه رح ينفضح في الفترة القادمة ولكن انفضاحه بشكل ايجابي بشكل خلاص انا صرت حين اعرف من امثل في حياة حبيبي خلنا نشوف حين الطاقات الفرعية عندنا عشرة الاكواب خلاص وصلت الى مرحلة ما تب منها ولا شيء زيادة عن اللي تملكه مرحلة الاكتفاء العشرة هو اعلى رقم في مجموعة التارو في مجموعة الاكواب او الارقام فلما تنصل الى العشرة معناها خلاص ختمنا هل احتمال انك خلاص اوقفت احطيت اشوف هنا برد الجدي قاعد احط اعلان توقف البحث او المكان الخالي الفرصة الشاغرة ما عادت شاغرة خلاص لقينا الشخص والشخص لقانا وصلنا الى مرحلة تفاهم ووضوح يعني حتى مواجهة بوضوح لانت تبيني نعم انا ابيك بس انا كنت مفكر ان انت ما تبيني فلما حين اثنينكم تتأكدون ان عندكم نفس الرغبة نفس المشاعر مقابلة اشوف هنا فعلا نفس المرايا كل واحد يشوف نفسه ومشاعره موجودة عند الاخر هنا تحس بالاكتفاء الكمال وان كانت لحد الان عندك اهداف تسعى انك تحققها يا برد الجدي الشريك انك قاعد تشوف هنا شريكك يحس جدا بالاكتفاء معك ما يبي اي شخص ثاني ولا اي شيء ثاني في الفترة القادمة سعيد سعيد ومو محتاج لاي شيء خلا نشوف مقابل هاي الطاقة كرت العدالة بالضبط قلت لك في سيناريو هين اذا انت دائما في كل سيناريو في شخص احس نفسه مظلوم والشخص الثاني يفتكر عن انه ظالم اهني اللي يحس نفسه مظلوم سواء انت كنت تحس نفسك كنت مظلوم في طريقة معاملته في طريقة تعبير عن مشاعره طبعا معروف برج الجدي مو من الابراج الرومانسية من الابراج اللي تظهر مشاعرها بالافعال ولكن شوف كأنما شريكك يقول انا كل اللي كنت محتاجه اني اعرف اكتشف الحقيقة اكتشف حقيقة الوضع البرج لما يكون مبني يكون بمثابة الحاجز الجدار الحائب اللي يمنعنا ان نرى داخل هذا المبنى او نرى الارض على حقيقتها ففيه كانت موانئ فيه كانت امور تبعدكم عن بعض ومن اهمها عدم الوضوح لا تنسى ان الكارت الاصلي لبرج الجدي هو الكارت الشيطان كارت احنا نفكر بامور ولكنها مثل السرابل اللي الفكرة ترى مو حقيقة عدم الوضوح هذا الكارت يقول لك كل شيء كل الامور مع شريكك رح تقع فيه نصابها الصحيح رح تكون فيه مكانها الصحيح في الفترة القادمة ان شاء الله تحققت العدالة هني انت عندك اكتفاء وسعادة وهو عنده خلاص راحة راحة لاني صرت اعرف وين اقع في حياة هذا الشخص كل اللي ابيه عرفه عرفته الحمد لله عندك يا برج الجدي كارت برج العقرب مرتين اهني عندنا الميزان اهني عندنا الطاقة المائية الابراج المائية وهني عندنا العقرب في التوار والبرج وفي كارت الموت ايضا اوكي تقول اذا مننا الحين اتشوف هنا برج الجدي يرجع الى طبيعة الترابية بسرعة يقول خلاص بما انه عرفت انه انت حبيبي وانا حبيبك واتفقنا خلاص حان الوقت انه احنا نقوم بالتغييرات شنو التغييرات يمكن التغييرات تكون الاشياء اللي قاعد يطلبها منك الشريك وانت لانك خلاص متفاهم معاه مستعد تحققها خلاص نبتدي نوفر الاموال من اجل الزواج نبتدي نقوم بالامور بطريقة معينة نبتدي نبحث عن منزل في المنطقة اللي شريكي يرغب فيها نبتدي خلاص بالتطبيق ابتدت عندكم عجلة التطبيق انتهينا من طاقة الامنية وعدم المعرفة الحمدلله صرنا عارفين ومستعدين اننا نتحرك نتحرك ايضا شريكك وانت هنا في نفس الوقت اثنينكم مستعدين تتخلصون من الاشياء اللي متعلقة بالماضي علاقة سابقة انفصال سابق امور ادمانات متعلقة بالماضي امور اشياء سلبية لحد الان في الماضي كلها كلها راح تمر بمرحلة هاي التصفية التصفية خلنا نشوف شريكك شوني يقول اربعة الاكواب فيما خاوف اشوف عند شريكك خصوصا اذا كان من الابراج المائية اذا ما كان من الابراج المائية مثلا من الابراج الهوائية لا ولكن خصوصا بالاخص اذا كان من الابراج المائية سرطان حمد عقرب فهو لحد الان يخاف يخاف تعرف من شنو من طاقة المنافسة الاخرين حولك انت حولك انت يخاف ان انت يمكن شريكك راح يرجع من بعد فترة غياب ويفكر ان انت مشغول باشخاص ثانيين عندك عروف اخرى هذا تطاقة خوفة هذا تطاقة خوفة يخاف ان يسوي كل هاي التغيير وانت تكون لحد الان احتمال متردد يفكر في الرجوع اذا كنتم منفصلين يفكر في الرجوع ولكن متردد بخصوص يمكن انت عندك شخص ثاني في حياتك يمكن انت مو مستعد ان تبتدي معاه من جديد عندها لحد الان نوع من طاقة التخوف ولكن هذا الطاقة فرعية يعني مو الطاقة اللي تغلب على الفترة القادمة ملك النار طاقة نارية قوس حمل اسد المخاوف اللي عند شريكك انت اللي راح تزيلها انت شوف قلت لك هالشهر انت وايد عكس طاقتك الاصلية ولكن بشكل ايجابي كل الوضوح لان الشريك عندش نوع من العتمة هنا مع سقوط البرج ومع العدالة ومع التفكير انت اللي راح تضع الامور او يعتمد عليك شريكك في وضع الامور بطريقة واضحة الوضوح اوكي الحين دمو انك رجعت في حياتي شنو راح نسوي مع بعض شنو الخطة هذا هو الملك ملك الاغصان ملك النار هو مدير المشاريع وهو اللي يضع كل شخص في المكان الصحيح انت يا شريكي تسوي كذا كذا انا راح اشرف على هاي الجانب انت روح تطبق الجانب الثاني انا اعطيك انا راح ابحث عن المنزل وانت مثلا تكلم اهلك بخصوص موضوع كذا كذا طاقة اللي كل واحد راح تطبق كل شخص انت وشريكك حتى الاخرين راح تدخل خلاص في طاقة التطبيق وتطبق كل شخص مهام معينة لقسيم المهام يعتمد عليك انت هي برج الجدي في الفترة القادمة عشان ايضا تشوف هذا الملك هو ملك الافعال شريكك الشيء الوحيد اللي يخوفه هو قلة المبادرات والافعال طالما يسمع منك كلام ان انت تبادر ان انت مثلا فعلا كل يوم في خطوة جديدة قاعد تاخذها تجاه العلاقة تجاه الشراكة راح يكون متضمن اهم شي ان هاي الجانب يظهر منك انت شريكك يطلع اليك ويسألك انت ماذا خطواتك القادمة هل فعلا رجوعك مجرد رجوع مؤقت ولا راح يكون فيه تطور يبي تطور يبي مرحلة جديدة تدخلون لها هالمرة الهايروفانت كرت برج الثور المأذون مأذون الزواج شريكك كل اللي يهمه موضوع الزواج اوكي احنا رجعنا لبعض انا جدا سعيد ان في النهاية عرف مكانتي في قلبك ولكن هل وضعنا هذا يقيد الى زواج طبعا يختلف السؤال باختلاف احنا نتكلم عن الرجل الجدي ولا المرأة الجدي اذا كنت انت الرجل الجدي فهني كأنما شريكتك المرأة عينها على موضوع الزواج عندها سؤال داخل قلبها تخاف هنا عندها خوف ان تسأله خوف ان تلاقي الرفض بخصوص موضوع الزواج انت اللي محتاج ان تضع الامور بوضوح لها او تبادر او تفعل شي بخصوص الموضوع تظهر لها انك ناوي على التتويج على الارتباط على الزواج اذا انا قاعدة اكلم امرأة الجدي فمعناته الشريك في داخل نيته داخل 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 نيته حاط هذا الموضوع في باله ولكن عنده خوف او عدم تأكد ان شلون يطرح الموضوع خصوصا ان يشوفك كملك النار لما يشوفك كملك النار معناته يشوفك انسان خلاص عندك خطتك الخاصة عندك مشروعك الخاص فيخاف انه يأتي لك بعرض عرض جانبي اسمه انزين هل انت مثلا تفكر في الزواج يا برج الجدي حتى وان كنت المرأة هل انت راح ترفضين الزواج هل انت اصلا ترغبين فيني كزوج عند هاي النوع من الطاقة ما اريد اخيفك بهذا العرض لان هذا العرض عرض ارتباط بما انه عندنا المأذون عقد النكاح عرض كبير ما ابي اطرحه على الطاولة واخوفك فيه واردك اركب الامور خلنشوف العلاقة بينكم كيف راح تطور بحلول نهاية شهر يونيو و الى مين راح تصل الامور اما كل شيء اول شيء اثنينكم ترى على نفس الصفحة اثنينكم تحسوا بنفس الاحساس عشان تذيقتلك طاقة المراية جدا جميلة بينكم هالمرة اثنينكم تريدون نفس الشيء ولكن شريكك عنده شوي خوف لحد الان مو متأكد من موضوع الزواج هل انت تريده هو يرغب فيه عندكم نفس الرغبة ولكن مو متأكد يريد ايضاح من جانبك عرض مفاتحة في موضوع يخص الزواج يخص خلاص التشتيبات النهائية على الارتباط لا بتتويج الموضوع عشرة السيوف انتهاء مرحلة مؤلمة انتهاء القلق القلق تشوف احس ان انت مع شريكك خصوصا اذا كان برج هوائي هاي الرسالة محددة الى برج الجدي والشريكة اللي يكون دلو ميزان جوزاء في بعض الرسالات قلت لك تركب اكثر مع الابراج المائية هاي الرسالة بالذات يقول لك شريكك اللي من البرج الهوائي جدا تعب من تكرار نمط نرجع لبعض والرد ننفصل والرد نزعل والرد ننفصل ولحد الان ما فيه وضوح الوضوح عزيزي برج الجدي قلت لك انت انت اللي عندك الكاتل الاخضر انت اتمثل الضوء الاخضر للعلاقة لهاي الشخص هاي الشخص تعبان تعب من الروحة والرجعة والانتقال يرغب ان انت تفاتحه في موضوع الارتباط وتكون واضح معه الضوء الاخضر عندك انت اوكي عزيزي برج الجدي هذي كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو